سلام للسلام مخيم الأوزاع هنا في الأوزاع حيث تتشابه الصباحات بتفاصيلها الصغيرة هنا حيث أخفت الحياة ابتسامتها لتلقي نظرة تأملية على أولئك الذين خذ لهم الوطن سرنا إليهم ونحن لا ندرك حجم المأساة بعد توقفنا على عتبات المجمع المتهالك الذي لم يكتم البناؤه واستقبلنا الأطفال وكان باديا عليهم بأنهم ليسوا ممن اعتادوا على استقبال الطيور كانوا كثر وينتشرون في كل مكان مع أننا في بداية النهار لكن لا غرف صفية تضمهم كباقي الأطفال فبالكاد توجد ساحة سمنتية اتخذوا منها فضاء ليفرغوا فيها طاقات الطفولة اصطفوا ليروا الزائرين تعتلي وجوههم بابتسامات الترحيب والتهليل دخلنا إلى المجمع مبنى متهالك تسكنهم 175 عائلة وبكلمات لا يشبهها شيء بدأوا بالحديد يعني هلق نحن بقول لك يعني نحن معاناتنا هلق كبيرة بالمي بصاش الصحي يعني نحن هلق بتاع في القوم والتحدة وفنسا خالص ما مشتغل صار من 15 يعني مشكلة المي أكبر مشكلة عندنا موجودة يعني بدنا مضخات وتضخ على الخزانات فوق لتنزل المي لعنى العدل في العالم أخيو بصير أخيو بتعالج حالة يعني بالمي يعني ما فيه أخيو بل نحكي 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 أخيو مي ومي 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 إذا ما فيه مي يعني ما فيه كل شيء أخيو أخيو المي عم يتبع عم عابي بدوت المي عم يشربه بنفس نهار ولعنى عابي أخيونا ترك المي عم يقسل فيه مباشرة يعني ما فيه مي عم يتباك حتى بتجيب أمراض إذا ما صارت مي المي هير بتضضط حاله المي هير بتعقم حاله لو كان فيها الغلغة ما يقولنا فيها جرافين المي هير بتعقم حاله لأن المي بس مشت بتعقم حاله هم لا يطلبون الرفاهية يريدون الحصول على الماء على عصب الحياة والله كل اللي سهرانين سهرين المي إن شاء الله يعني الآن ليك نقول لك شخص ما ما يهير لنا غير المية الصراحة يعني غير المية مهمة لأنه ما في رمضان الشهر رمضان إحنا نعلم وحنا العالم مشكلة المية ما في المية ما في المية أسئلة كثيرة لا نرغب الآن بأكثر من أن نجد لها إجابة يعني يطلع يعدراج إذا دراجتنا كل أحد بننظفهم يعني نشطفهم بالمية أخيوك بيتونب ومنظفات أخيوك مشاهدي هو إلاك ترجع أدراج كيفا غادرنا الأوزاع بعد أن تورمت قلوبنا قبل أقدامنا